نهاردة نكلم على مسألة ساعة تلاتة وسبعين ودي سيمبل بريتون سايكل مديني البرشور ريشيو الماكسيم والمينمم تنبريتشر ومديني الايزنتروبك افشيينسيز للكمبراسور والترباين والمسألة دي مطالب مني التنبريتشر عند الترباين اكزيت بورك نت والأفشيينسي تمام زي ما انا كنا بنعمل فوتو سايكل هنحدد الستيتس انا عندي ستيت واحد ايه نروح الستيت اثنين نروح الستيت تلاتة بعد كده ستيت اربعة وبعدين بنرجع لواحد مرة تانية طيب كنا بنروح نحدد العمليات اللي بتحصل عندنا من واحد الاثنين مفروض ان كنت بروح بطريقة ايزنتروبك لكن بصيت هنا لقيتهم الديني افشيينسي للكمبراسور او للكمبراسور يبقى المعنى كده ان هي ما حصلتش بطريقة ريفيرسبل ان هي حصلت بطريقة الى حد المائي سąt Mindset هو Kangset diabet subscribers ledge بـ efficiency 0.75 تمام طيب من اثنين لثلاتة لأدياء اساسيين انا احضر بـ contract pressure طيب من ثلاثة لاربعة برضو كنت حاول ايزنتروبك اكسبانشن بس بعد كده وبص لقيت في عندي افشنسي المين للترباين يبقى هي مش هتم بطريقة ريبار سبل بطريقة اي ريبار سبل ديباتيك اكسبانشن بفشنسي 0.8 طيب و بعد كده نحط الديتا اللي عندنا اهلي ان تي مينمم بتلتمية وعشرة قلنا دايما ان تي مينمم بتبقى بعد الهيت يبقى تي واحد هتساوي ثلاثمية وعشرة قلنا وبعد كده رح يقول لي ان تي مكسمم بقى الف مية وستين تي مكسمم اللي هو بعد الهيت اديشن يبقى تي تلاتة بقى الف مية ويه الف مية وستين كيلبن طيب اه اه مديني معلومة كمان اللي هي الار بي اللي هي البراشر ريشو البراشر ريشو دي يعني عبارة عن ايه البراشر الكبير على البراشر الزغير يبقى بي اتنين على بي واحد هي هي بتساوي بي تلاتة على بي اربعة تمام طيب اللي غالسة في المسألة دي انه هنا عندنا ايه ايزنتروبك في شاسس تمام وانا ببعايز اشتغل بعملية ايزنتروبك علشان استخدم القوانين اللي احنا حطناها الجديدة بتاعت الايزنتروبك طيب هو طالب مني ايه التنبريتشير عند ترباين اجزد ترباين بتحصل فيها ايه وانا هنا ايه عملية الاكسبنشن باباء ايكسبنش وبالتالي تبادي كام يبقى عند نهاية الاكسبنشن يبقى تي اربعة يبقى انا بادور على بينتي اربعة عايزين تي اربعة وعايز مني وركنت وركنت بجيب ابطاريه من اثنين يهم اقول نحن نقول النهاية Q in نقص Q out لان انا عندي المرحلة دي اديبتك مفهاش Q المرحلة دي فيها Q in المرحلة دي اديبتك المرحلة دي ايه Q out فا اما اقول Q in نقص Q out يبهجها ده عتساوي الورج ياما اقول النهاية انا عندي العمليتين نحن هنا في open system فلو ما عنديش شافت يبهه خلاص ان المفروض لما بعمل هيت اديشن او هيت رجيكشن ده بيتم في هيت اكستشينجر وبالتالي مفهوش اي شافت ايه وورج يبهه هنا ما عنديش وورج وهنا ما عنديش وورج يبدل عندي الورج بتاع الكمبراسور والورج بتاع الترباين تمام وبعدين الوفيشنسي الوفيشنسي هيت ساوي برضو وورج نت على Q in ممكن نحط كده دايجرام صغير يكون توضيحي للعمليات اللي عندي دي الوفيشنسي الوفيشنسي هنا ممكن ترسم طبعا انت يا بي في دايجرام يترسم التي اس دايجرام بس بما ان عندي ايزنتروبك ايفشنسي فحنا ايه لشان نبين الفرق ما بين الحالة الايزنتروبك والحالة الريل تعال نرسم الكلام على تي اس دايجرام انا المرة دي بتنقل ما بين two pressures حنارموز يعني الاول pressure تذكر في البتاعه وده تاني ايه؟ pressure تمام؟ الpressure الاولين والpressure العيني كنت بروح بقى من عند اللو pressure كنت بروح بقى من عند اللو pressure بطلع بطريقة ايزنتروبك سمي البوينت دي اتنين اس اللي هي الايزنتروبك بتاعت الريل بتاعتي لكن الحالة الريل بيصاحبها زيادة في درجة الحرارة والانتروبك فدي بقى بوينت اتنين من اتنين هتدخل تسخن في الهيت اديشن في درجة الحرارة هتعلى ونقف عند ثلاثة ومن ثلاثة لاربعة برضو لو انا كنت نزلت بطريقة ايزنتروبك كنت هنزل بطريقة ايه؟ رأسية كده وكنت هسمي دي اربعة اس والحالة الايزنتروبك تمام؟ وبعدين انا هنا اربعة بتاعتي هيحصل معها زيادة في الانتروبي ولكن درجة الحرارة هتقل عشان هيعمالية الايه؟ تمام؟ طبعاً هذه الحقيقية ودي اربعة الحقيقية تمام؟ احنا رسلنا تسخن في الانتروبي لكي نبين موضوع الايزنتروبك والايزنتروبك لا تسخن في الانتروبي طبعاً دلوقتي اول مطلوب كان عايز درجة حرارة اربعة وعلشان اجيب درجة حرارة اربعة فانا هستغل العملية الايزنتروبك اللي بتحصل ما بين ثلاثة واربعة اس تمام؟ اول حاجة هروح اجيب منها البي ار اربعة اس عشان اعرف منها الاربعة اس موجودة فين في الجدول ومن مكان اربعة اس اللي في الجدول ده هروح اجيب اتش اربعة اس وبعدين باستخدام الايفشينسي بتاعت التربوين اطلع اتش اربعة الحقيقية وبعد ما اطلع اتش اربعة الحقيقية استخدمها في اني اطلع من درجة الحرارة بتاعت بوينت اربعة يبقى ده السيستم اللي همشي بيه اطلع درجة حرارة بوينت اربعة يبقى هقوله لو انا رحت من بوينت تلاتة لبوينت اربعة اس يعني رحت بطريقة ايزنتروبك 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 يبقى بوينت تلاتة اكتبقى بوينت ن注ệ بوينت تلاتة ثلاثة سوف أجيب بعد ثلاثة أجيب تساوي 1160 كالبين ثلاثة أقترب ثلاثة أقترب ثلاثة ثلاثة فنجبهم الاثنين مرة واحدة يوا بي ار تلاتة هتساوي متين وسبعة بوينت اثنين واتش تلاتة هتساوي الف متين وثلاثين بوينت تسعة تنين كيلو جول لكل كيلو جروم تمام تنين 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 الساق الان يجب المثار لان اعود ذات وان اعود لان اعود نعود يبقى PR4S هتساوي PR3 اللي قلنا هي 207.2 مضروبة فيه 1 على 8 اللي هو 1 على تمام يطلع معي 25.9 ده اللي هو PR4 طبعا رحت على الجدول ادور فين الصف اللي عندي 25.9 علشان اطلع له H4S ببص ملاتهوش بالزبط فدايما بعمل interpolation interpolation هنا PR وصاد H 25.85 ده القيمة اللي قبلها 25.9 ده القيمة بتاعتنا 27.29 ده القيمة اللي بعدها H 691 0.82 وال H اللي انا عايزها H اللي هي H4S وال H اللي بعدها 702 0.52 0.52 نجيب نجيب H4S طلعت معينا 692.19 كيلو جول كل كيلو جروم كده انا جبت PR4S ونجيب H4S يفضل استخدام H4S تمام انا مفروض عندي ان الwork بتاع الترباين الحقيقيه هو عبارة عن H3 نقص H4 وده سيساوي الترباين مضروبه في Theoretical H3 نقص H4S تمام من هنا هطلع معلومتين هطلع الترباين وورك وطلع H4 تمام يبقى لما عود هطلع الترباين وورك علشان بالمرة استخدامه الوورك نت وطلع معي 441 0.7 6 جاملين ده بالتعويض ان الافشنسي بتاعت الترباين ب 0.82 ان اتش ثلاثة ب 1230 0.9 2 بين H4S ستساوي 6 9 2 0.19 بالتعويض جبت الوورك بتاع الترباين واجب معي H4 ستساوي 789 0.16 كيلو جول لكل كيلو جرام تمام جبت من هنا H4 واخلي الخريطة التي نعمل بها لان انا خلاص في اخر خطوة فيها ستساوي تساوي 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 مكانها في الجدول ستساوي ادور على الصف الجدول الذي يوجد H4 بالقيمة ليس بلايها بالضبط لذلك ستساوي تساوي 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 يبقى القيمة اللي ابلهم القيمة بتاعتي القيمة اللي بعدها درجة الحرارة هنا كانت سبعمية وستين هنا دي درجة حرارة بوينت اربعة اللي انا عايز اعرفها وهنا ده بسبعمية وايه وتمين يبقى معنا كده ان تي اربعة لما اعوض وعمل الانتروليشن هتطلع بسبعمية وسبعين بوينت واحد كلف تمام كده انا جبت اول مطلوب تاني مطلوب انا عايز استغل ان انا جبت خلاص الورك بتاع التربوين اشتغل على المرحلة اللي فيها وورك الكمبراسور واقول ده مينس ده وكده جبت ال ايه الورك نات تمام هندخل ده الوقت على المرحلة بتاعت الكمبراسور هندخل بقى هنقول من واحد ولكن لمين لاثنين اس عشان تبع عملية ايزنتروبك كومبراسن لاثنين اس عملية ده قولنا ان احنا بنعمل بي ار اثنين اس على بي ار واحد هتساوي بي اثنين اس على بي واحد وزي ما اتفقنا ان الصورة الايديال والصورة اللي هي جاية بطريقة الاثنين بيبقوا عند نفس الضغط نجيب بي ار واحد يبقى هنخش على كوينت واحد في الجدول عند تي واحد بتساوي تلتمية وعشرة كلب سأجيب برضو معلومتين واحدة احتاجها دلوقتي الي هي بي ار واحد وهجيب منه معلومتين واحدة احتاجها دلوقتي الي هي ان بي ار واحد بتساوي واحد بوينت خمسة خمسة وربعة ستة والتانية الي هي الاتش واحد علشان تساعدني برضو في اني اجيب نقوم بعمل الورك بتاع الكمبراسور بـ 310.24 جبنا كده الـ P و H نعوض بقى فوق يبقى P R 2 S سوف نقوم بقى 1.5546 مضروبة في الـ Pressure Ratio 8 سوف نقوم بقى 12.44 كده زي ما اتفقنا انا عرفت المكان بتاع الـ P 2 S في الجدول مفروض اروح اجيب الـ H 2 S من الجدول ما زرقت قيمة بالضبط أضرب الـ Interpolation يبا باي سنضغط أحد تحت اله الرازل الذي قبلها ب 11.86 الرازل 12.44 الرازل 20.66 الرازل he 2s هنا الرازل اله سنقوم بعمل الانتربوليشن يبقى H2S ستسوي 562.58 كيلو جول لكل كيلو جروم كده جبنا H2S نروح نجيب الورك بتاع الكمبراسور يبقى الورك بتاع الكمبراسور بيساوي H2 نقص H1 يعني هيساوي H2S نقص H1 ده اللي هو الايديال على ايه؟ على الايفشنسي بتاع الكمبراسور زي ما كنا بنقول الترم الاولاني ان الورك بتاع الريفيرسابل هيساوي الورك الريفيرسابل على الايفشنسي في حالة ان الورك دان على السيستم وده الكمبراسور يعني الورك دان على السيستم تمام طيب نيجي نشوف كده H2S أنا قصة مطلعها 562.58 تمام نقص H1 أنا قد مطلعها من شوية 310.24 الكلام ده مقصوم على الايفشنسي بتاع الكمبراسور 0.75 أنا قد طلعت الورك بتاع الكمبراسور يطلع معي بكم 30 30 36 45 كيلو جول لكل كيلو جرام طيب المطلوب الورائي المطلوب الورائه 30 42 تساوي الوورك نت على كيو اتش. الوورك نت خلاص هنجبتها. كيو اتش هايبها ازاي؟ هقول انها تحصل هنا. والقانون بتاع الفيرست لوب تاع الوبن سيستم كان بيقول لي ان الدلتا اتش بتساوي كيو نقص الشافت وورك. هنا ما فيه الشافت وورك يبقى الكيو بتساوي الدلتا اتش على طول. طيب يبقى الكيو اللي بتساوي الدلتا اتش دي كيو بالنسبة للدلتا انا عندي تي ثلاثة ولسا كنت اطلعها اصلا من شعور. بالنسبة للدلتا اتش ثنين ده انسب وقت ان انا اجيب فيد الش اثنين لان انا عندي هنا اتش احد موجودة وبعندي القيمة دي على بعضها بتساوي تلتمية سبت وتلاتين بوينت اربعة خمسة. فاعوض 하نجب اتش تطلع معي القيمة تعالى نجيب الاول القيمة النهائية الورك نت وبعدين نعوض ونجيب تيو اند الورك نت هيساوي وورك الترباين ناقص وورك الكمبراسور وناخد برنا من حاجة المسألة ما كانش فيها كميات ما كانش مديني 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 كميات باي صورة من الصور ولا مديني حتى الورك التوتل او اي برابرتي بصورة توتل تمام؟ يبقى انا هنا هافضل الكله ايه سبيسيفك طيب وورك الترباين ناقص وورك الكمبراسور يطلع معي ان الورك نت سبيساوي مية وخمسة بوينت تلاتة واحد كيلوجول كل كيلو جروم طيب كيو اند هتساوي اتش تلاتة نقص اتش اتنين والتنين عندي نعود تعويض مباشر دي كانت ب الف متين تلاتين بوينت تسعة اتنين نقص اتش اتنين دي سم طلعينا بستمية ستة واربعين بوينت ستة تسعة تطلع معي بخمسمية مية ومية اربعة وتمانين وينت تلاتة واعشرين كيلوجول لكل كيلو جروم تمام طيب نعود بس في الايفيشنسي وكده نبقى ايه قنصنا كل المطلوب مننا قلنا ايها هتساوي وورك نت على Qn. يعني هتسوي ايه? قلنا 105.3.1 على 584.23. يطلع معنا الكلام ده ب0.1803. يبقى كبرسنتج تمنطوشر 0.0% شكرا